درس الخامس لم نحصل على غرفة لأنه لم نحجز هذه عنوان الدرس استخدام البيكوز البيكوز دائما جوارها الحدث هو الأول ماضي تام وتصريف الثالث وهنا كنت بسيط هنا دائما هذه سنقوم بسيط الزوج بين أنصاف الجمل الجهة هذي تكون حدث ثاني ماضي بسيط وهذه الجهة ستكون حدث أول سنتعرف على بعض الأفعال أثناء ما نسوي الماتش هناك صور على بعض الجمل هناك صور الآن نحصل إلى نمبر الذي هو الكتاب حاله لأنها لم نحصل على غرفة أخذ H هذا حرف H لأننا لم نحجزني هنا طبعا لا لدينا صورة أخذ B لم أستطع أسعد الطائرة حرف B لأنني قمت بسيط بطاقة الصعود لأنها ضيعت بطاقة الصعود لأنها تسمى مركب هنا طبعا هذا الصورة حرف E لاحظ حرف E لا يمنع هذا من الصعود للطائرة لأنها تضيع بطاقة الصعود للطائرة هنا نذهب إلى 3 طبعا أنها كانت الامرأة عصبية في الطائرة هنا تخذ حرف G وهناك صورة G لأنها لم تطير في الطائرة من قبل لم تطيف في الطائرة من قبل هذا تصريفها لا ننفل هذا ماضي تم دائما حدث أول هنا هذه الصورة التي تكون أدنى ثلاثة هذه الامرأة كانت عصبية في الطائرة وهذه داخل الطائرة نروح الى نمبر فور اللي هو The Airline Company شركة الخطوط الجوية gave me حقيبة سفر جديدة حرف D لأن حقيبتي كانت تضررت في الطائرة تضررت في الطائرة بس مبني المجهول هنا لدينا هذه الحقيبة المتضررة هذه الصورة C وهنا لدينا هذه الحقيبة وهو الشركة حقيبة جديدة مكان ذيكي نحن إلى نمبر فايف لم أذهب في نزهة إلى خير الزبير هناك خير الزبير في البصرة إلى خير الزبير في البصرة لماذا ذهب هناك نزهة؟ حرف A لأنني مسبقا ذهبت إلى هناك مرتين لا أحتاج أن أذهب مرة ثالثة ما حدنا صورة نمبر سيكس لقد قلتنا إلى المنزه لقد قلتنا إلى المنزهة هناك نجحة فرحة أرسل لأننا لم يكن أغنقا فرحة أرسل لم يكن أغنقا هناك شكوة هناك خير للجوم ثم ذهبت إلى المنزهة لقد قلتنا إلى نمبر بسنة لم نستطع ان انجر سيارة تأخذ حرف C لأننا قمت بتسريف الثالث ماضي لأنه تركنا اجازة السوق لذلك لا نستطيع ان اجر سيارة إلا بإجازة السوق نوع 8 لم أستطيع ان اميز المكان لم أستطيع ان اميز المكان تأخذ حرف F لأنه تغير كثيرا حدث أول لم أستطيع ان اميز المكان المكان كان متغير هنا تكون حرف D هنا الشخص متعجب المكان ببنات حديثة لا مثل من كان قبل الآن انتهى الموضوع ننتقل إلى موضوع الدرس السابع الجزيرة كركنة في تونس السياحية هنا لدينا الموضوع يتحدث عن عبارات الوصل المعرفة والغير المعرفة في بعض الجمل وبعض الصور ننتقل إلى كركنة كركنة هي اسم مجموعة من الجزر ذات ذات هي ضمير الوصل التي تقع تقع تونسية بعيداً عن الساحل الشرقي إلى تونس الموضوع لا يوجد فوارز لا يوجد فوارز لدينا الموضوع هنا لدينا الموضوع لا يوجد فوارز الجزر الجزر الرئيسية شرقي والغربي لا يوجد فوارز لا يوجد فوارز الجزر الرئيسية بواسطة عبارة تعمل 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 ذات ذات ربط وهنا طبعاً معرفة الموضوع على مدار السنة على مدار السنة صيف تعمل هذه العبارة الجملة الأخرى يقول الساحل الأكثر شهرة مكان خليفة مكان خليفة اسم الساحل هنا الوير دائماً تأخذ وراها فاعل ضمير الوصل مكاني وراها فاعل وطبعاً هنا كفارزة لماذا كفارزة؟ لأنه هنا لدينا نون دفايني غير معرفة الماء يقول لأنه الماء بشكل لا يصدق هو أزرق صافي أزرق صافي نيجي إلى جملة أخرى الماء يقول هنا مهرجانات كالرفول ذات ألوان زاهية مثل ما تشوفه هنا بالصور يقول كثيرة هنا لدينا نون دفايني لماذا نون دفايني لأنه كفارزة التي تكون جذب جيد عظيم للسواح جذب للسواح كبير جذب كبير للسواح هنا لدينا نون دفاينيك لأنه كفارزة من المشور من المشور من الجزيرة كركنة يقول هادي باركيشة وهو وهو يعني نوصل للعاقل و كفارزة لأنه اسم شخص عاقل لذلك وهو تترابط الذي كفارزة كمعروف بلحا هادي كمعروف هادي كمعروف 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 لأنه السواح بما أنه عاقل يأخذ عداد ربط و هو الذين أريدون كمعروف هادي باركيشة هنا فارزة التعداد و ليس باركيشة مسانمة يعني بدون عروف بدون مشاكل باركيشة جميلة وهذا الصور للجزر الموجودة يعني صور لهذه الجزيرة كركنة